نحن متواجدون داخل أكاديمية الشرطة مشاهدين الكرام حيث نحتفل مع أهالي طلبة كلية الشرطة بتخريج دفعة جديدة هذه الدفعة التي تنضم إلى حراس الوطن للزود عنه في كل تهديدات قد يتعرض لها الوطن كي يحفظوا أمنة واستقرار مصر العظيمة اليوم هو يوم خيرة الشباب شباب وصلوا الليلة بالنهار كي يكللوا هذا النجاح الذي نحن بصدده اليوم ويسعدنا أن يكون معنا أول الدفعة الملازم مازن أحمد الزقم أهلا بك سيادة الملازم أهلا بك حضرك أيضا معنا أسرة الملازم أهلا بك سيادة العميد أهلا وسهلا عميد أحمد الزقم تمام أهلا بك دكتورة ولاء الجندي والدة ماز أهلا بك دكتورة ولاء سيادة الملازم ربما هي دقائق تفصلنا على ردبة الملازم ويتم الدفع بك في الحياة العملية بشكل عام إزاي تم تأهلكم داخل أكاديمية الشرطة بشكل مختلف شكل يواكب التحديات مع سرعة ووتيرة الجريمة اليوم طبعا بسم الله الرحمن الرحيم أولا بس أحب طبعا أشكر ربنا سبحانه وتعالى اللي هو وصلني للمكان اللي أنا فيه دلوقتي وقدرت اللي أنا أشرف أهلي وأشرف كل الناس الأصحابي وأخواتي وكل الناس اللي أنا عرفها ووصل المرحب دي طبعا بحب أشكر أهلي اللي سندوني فعلا اللي أنا أتخرج وأكبر وأوصل للمرحلة اللي أنا فيها دلوقتي بالنسبة للتطوير التدريب في الكلية المنظومة التدريبية في الكلية هي طبعا الأكاديمية الشرطة عموما استحدثت أنظمة جديدة ووسائل تكنولوجية حديثة جدا في وسائل التدريب بالنسبة للرماية بالنسبة للتدريبات اللي يقع البدنية بالنسبة للشق التعليمي فهو الأكاديمية بتعتمد على الشقين الشق التعليم والتدريبي الشق التدريبي بينمي مهارات الطالب علشان يقدر يستحمل الصعوبات اللي بتواجهه بره في العمل اليوم بالنسبة طبعا للجانب التعليمي طبعا في المعودة الشرطية والمعودة القانونية ودي بتنمي طبعا مهارات الطالب وزكاءه اللي هو يقدر يتعامل مع المجربين والإرهابين طبعا بأقسما مختلفة وكل ده طبعا بيواجه بالتطورات اللي بتواجه دلوقتي الوطن والصعوبات اللي هي بتواجه رجال الشرطة بواجه سيد المنازم يمكن الحديث الآن عن حقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان واحترام حقوق الإنسان كيف يتم تنمية هذا الجانب لدى طلاب أكاديمية الشرطة؟ طبعا حقوق الإنسان كان لها جانب كبير قوي في الأكاديمية احنا بندرس لأربع سنين مادة حقوق إنسان بس طبعا بتوسع مختلف على مدار السنوات من سنة أولى لسنة ربع طبعا مادة حقوق الإنسان بتنمي عندنا للشعور اللي احنا نتعامل مع المواطنين بشكل محترم وشكل كويس طبعا ما نتعداش بأي شكل من الأشكال سواء لفظيا سواء بالفعل كل ده طبعا مع مشاركة طبعا الدور النسائي ده برضو بيدي لنا دافع اللي احنا نتعامل مع الجانب النسائي طبعا هما بيكونوا مختصين بده وده طبعا بيمثل الوزارة فعلا اللي هي بتهتم بحقوق الإنسان واللي هي تتعامل مع مواطنين بشكل كويس أخيرا قبل الذهاب لأسرة حضرتك الرسالة اللي تقولها لطلبة الثانوية العامة اللي عندهم حلم للتحاق بأكاديميت لا طبعا يعني بقول لهم الكليات دي من فعلا أحسن الكليات على مدار الكليات طبعا الدراسائية اللي كلها المختلفة بحب طبعا أنصحهم اللي هم يتعب ويجد ويجد ويجتهد علشان يوصل للمرحلة دي ويوصل ليخش أكاديميت الشرطة طبعا أي حد فينا نفسه كان حلم عندي من أنا صغير ودلوقتي الحمد لله حققته وقدرت اللي أنا أطلع الأول عالضفة طبعا بنصح أي حد اللي هو يلتحك بالكلية طبعا شرف لي وشرف الأهل وشرف العيلته كلها طبعا الشرف الغالي اللي هو ينول شرف الدفاع عن مصر وقضل بإذن الله بإذن الله بإذن الله وحضر دراسات عالية وإن شاء الله بإذن الله ناوي على سن صغير بإذن الله بالتوفيق يعني هذا الشبل من ذاك الأسد يعني بنبرك لحضرتك الأول بتخرج مازن سيادة العميد أحمد الزقمة وعاوز عرف من حضرتك إزاي غرست في مازن من الصغر حب الوطن والولاء للوطن والله هو مازن بسم الله ما شاء الله عليه يعني هو برضو كان الأمور واضحة قدامه وأنا تعاملي برضو مع شغلي والحياة العملية بتاعتي كان دايما مازن لماح بيغض باله من التصرفات فالحمد لله ربنا وفقه وده شرف لينا أنه هو يطلع من الأوائل العرضة وربنا وفقه هو زملائه في الحياة العملية هم خلاصوا خلاص الكلية دور شق جدا في الحياة العملية بالنسبة لهم وبالتوفيق دايما ليهم يعني الرسالة اللي تقولها النهاردة لسيادة الملازم مازن ويعني رفقاءه أو زميله في الدفعة عاوز أقول له احترام الناس وتطبيق القانون وكيفية معاملة الناس دي صعبة جدا يفرق بين المعاملة بين الناس وبين الأشخاص يفرق بيها ازاي يفرق بين مثلا حد مسجل واحد دكتور واحد ظابط واحد محامي لازم يفرق في المعاملة ما يعملش الناس كلها سوسية فحب الناس وبعدين يعني هو كيف تهاب وتحب في أن نواحد هو لو طبق القاعدة دي عيمش كويس جدا في حياته وعيب في حياته العملية رجل ناجح وكويس يعني بنتمنى له التوفيق طبعا وتشوفه في أرفع وأعلى المناصب بإذن الله ويستكمل بقى مسيرة حضرتك ويعني كل التوفيق لحياتك أيضا سيادة العميد وفرحة أكيد والده وحضرتك عاوز عرف اللحظات النهاردة بالنسبة لك شعورك أي الحقيقة أنا يعني يعني أنا مش مش مستوعبة حسني في حلم إن ابني صغنة الكبر وبقى بسم الله ما شاء الله بقى أول الدفعة وفخورة بيقى أصبع ما بقى صغنة بقى بقى راجل بقى بقى راجل وقد المسئولية وفخورة بيه جدا ويعني أحسن يوم في حياتي كنت خايفة لما قالك اللي هو عاوز يلتحق بي كلية الشرطة في ظل التحديات وفي ظل الأوضاع اللي ربما غير مستقرة مش هنكلم في مصر فقط لكن هي بتموج بالمنطقة ككل كان في حالة خوف ويمكن كان في عند حقيقة تجربة سيادة العميد أكيد طبعا زي أي أم طبعا والقلق اللي بيحصل مع زباط الجيش والشرطة طبعا دي ناس بتخدم وطنها ودايما معرضين للخطر ولكن يعني لازم يبقى فيه ناس زيهم علشان بلدنا يعني تفضل قوية وشمخة يعني فده شرف لي أنه يكون بيخدم بلده يعني في الشرطة رسالة التي توجهيها النهاردة للملازم مازن وزميله من دفعة دفعة 2022 أقول له فخورة بيك جدا وربنا يا ربي يوفقك وشوفك أحسن حد في الدنيا وإنت وزميلك ربنا يوفقكم ويكرمكم وتقدروا تخدموا بلدكم في المجال اللي انتو اخترتوه وما فيش أحسن من كده يعني كل التوفيق لسيادة الملازم مازن ولكل رفاقاء وبتوفيق فن إذن مشاهدين نشارك معكم فرحة أهالي طلبة كلية الشرطة وما دلنا نرصد هذه الفرحة ونتابع أيضا عدد من اللقاءات لأوائل الخرجين اشتركوا في القناة